الكتاب ده رشحوا لي احد الدكاترة في جامعة هارفارد اللي كنت مسأله عنه ازاي اذاكر احصى ازاي اذاكر تليستيكس وبعد ما رشح لكتاب دهان وبدأت رزي الكتاب وقصيت عليه بصة لديت ان هو فعلا الموجود في المسجز اللي تخليني اذاكر تليستيكس من غير مسأل حد اذاكر تليستيكس ازاي او ازاي اصلا اخطار التوبيكس اللي انا اذاكرها او ايه المواضيع والطروء اللي انا المفروضة مش عليها وانا مذاكر في hasSix for biophormatics ولكن كانت المفاجأة اننا لقيت ان الكتاب يحتوي على تقريبا معظم التوبكس اللي موجودة في البعين ثماتيكس حاليا سواء ماختيش ان كنت تعرفها او سواء ماختيش عارفها او سواء anda اتمنى ان انا اعرفها وفعلا الكتاب موجود فيه مؤهزم التوبكس اللي موجودة في حاليا تقريبا مش سايب حاجة او مش سايب موضوع ثوبك معينه في او بيستخدم فيه اللي لو ما دي نبزة عنه في الكتاب. الكتاب تقريبا للدراسات العليا لطلبة في الصين. ولكن قابل للكراءة لان الكتاب مش مديك ديتيلز كتير جدا. مديك نبزة تعرفية عن كل توبيك وعن كل موضوع. لان حجم الكتاب اولا صغير وفي نفس الوقت اللي انا بقولك عليها كل توبيكس اجيد عددها كبير. خلينا شوف الكتاب بالكتاب اسمه ونبص بص عليه. ونتنساش تشترك في القناة لان انا بننزل اربع او تلات فيديوهات في الاسبوع. فاكيد في فيديو منهم هيعجبك وهتستفيد منهم باي حاجة. يلا بينا سلام عليكم. نبص بص على الكتاب ومحتويات الكتاب وكتاب بيتكلم عن ايه? حقيقة الكتاب مميز بحاجة مهمة جدا. وهو ان هو بيتكلم في تقريبا في كل التوبيكس بتاعة اللي موجودة على الساحة حاليا تقريبا كلها. من اول حاجة لغاية اكري حاجة. كل التوبيكس. طب ازاي كتاب صغير الحجم اه ما يتعداش لتلتمتر بعمل صفحة بيتكلم في كل التوبيكس. الحال الكتاب ده او بيتكلمش في اي تفاصيل تخص اي توبيكس في الباين في ماتكس. ولكنه بيتكلم في نظرة عامة. لكل توبيكس قد تكون صفحة وقد تكون نص صفحة وقد تكون اكتر من صفحة. ولكن الموضوع مفيش تفاصيل. طب ايه الميزة في كده? الميزة انه لو انت محتاج مست تمشي عليه تعرف واحد اتنين تلاتة وتبدأ انت تتعمق في الحاجات دي سواء ان انت تقرأ فيها او تقض فيها كورس او 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 او. الكتاب ده بيديك الوصفة السحرية اللي انت تمشي بها. الطريقة الصحيحة. يعني هتتجنب انك تسال حد ابدأ منين استديستيكس? اتعلم في استتيستيكس? دايما دايما الاستيستيكس من الحاجات المهمة واللي بتصكر انك لازم تزكيرها كويس جدا في البيان انفرماتيكس. بس السؤال هنا لما يزكر الاحد اذاكر استديستيكس يقولك اهو طبعا مهمة جدا ايوة يعني اعمل ايه؟ لازم تزكير استديستيكس. ايوة يعني اعمل ايه؟ الكتاب ده هيجاوبك على السؤال دوا في كل الحاجات. مش بس في الاستديستيكس. وعلى ذكر الاحصاء الكتاب بتتكلم في حوالي فاصل الى ثلاث فصول بس في الاحصائيستيكس بيديك الميسودز بيديك التوبكس ويديك تقريبا كل اللي انت عايز في الاحصائيستيكس وانت ممكن تكمل على الكلام الموجود هنا خلا نبدأ ونشوف اول فاصل اللي بيتكلم في البيزيكس فور باعي انفرماتيكس هتلاقي ان الفاصل الاول سهل جدا بيتكلم فيه الاسل دينية عند الكروموسوم الناس اللي مش عارفة الاسل دينية لازم تكون حفظوها صم الجينس and the genome بعد كنت هتبقى تغش بقى في الديني سيكونسينك بص عشان نكون صريح معك ديني سيكونسينك هو اساس كل شيء احنا راغين عليه اساس كل التكنيكس اساس الميتاجينوميكس اساس الترانسكريبتوميكس اساس الجينوميكس اساس الاتشيبسيك اساس كل شيء تقريبا موجود حاليا بعد كده هتلاقي كتاب بيتكلم في حاجات مهمة جدا زي ايه زي الترانسكريبتوميكس خد بالك الفاصلة بيتكلم في basics for mathematics الاساسيات الحاجات دي هنتكلم عليها بعدين بس بتعمق شوية في نفس الكتاب واحد يسألني السؤال هوا ايه الفرق ما بين الترانس كريبتوميكس ان دين مايكرو اري و ايه الفرق ما بين اللي تشيب شب وبين اللي تشيب سيك الحقيقة دي الكتاب مختصر الموضوع دوان فقل من صفحة او صفحتين لكل توبيك بالنسبة للترانس كريبتوميكس والمايكرو اري فهم الاتنين بيقصوا الجينك سبريشن بس في فرقات كبيرة جدا ما بينهم من ضمن الفرقات ديان ان الترانس كريبتوميكس معتمد اعتماد كله على السيكوانسنج انما المايكرو اري ما بيحصلوش السيكوانسنج نفس الكلام بالنسبة للتشيب شب والتشيب سيك التشيب شب هي التقنية القديمة اللي بتقيس الدي ني بروتين اتر اكشن والتشيب سيك هي التقنية الحديثة اللي بتقيس الدي ني بروتين اتر اكشن وتلقائيا تعرف ان التشيب سيك ماتمدة على السيukewencing لان ال號 بيتحدث عن مجموع البروتينات الموجودة في الخليجات وهي تقنية بيستخدم في مرحل البروتوميكس وهي اساسية جدا عندما مهما جدا عدة انواع كلها مهمة جدا عشان دراسات البرتوميكس بعد كده بيتكلم في examples في التوبيكس زي الالجوريزم توبيكس طبعا الناس اللي هي بتاعت حاسباته معلومات لازم تركز كواس جدا في الكتاب دهون لان هتلاقي حاجات كثيرة جدا تفتح لها افقها في حاجات هي ما بتدرسهاش ومعندهش المحتوى اللي تدرسها منه في الكلية فركز لان الالجوريزم والكلام اللي موجود في الكتاب دهون هيفتح لك طرق كتيرة والكتاب ده هدفه كله اصلا ان هو يفتح لك طرق لحاجات كتيرة انت ما تعرفش عنها شيء عندك example philosophical topics وده هنتكلم فيه بالتفصيل بعد كده في الكتاب دهون machine learning مهم جدا و machine learning اصبح عزاسي في كل شغل البانفماتيكس حاليا خصوصا الميتا جينوميكس والكلاسترينج والكلاسفكيشن والحاجات الجميلة دي كلها الفصل التاني فصل طحفة بتكلم في basic statistics for bioinformatics كل الناس اللي عايز تبدأ في statistics for bioinformatics الفصل ده مهم لها سواء انك تاخد نظر عامة من الفصل كله وبعد كده تبقى تاخده topics دي بقى تتعمق فيها وتقرى فيها اكتر واصبح بقى عندك background من الكتاب دهون في statistics فده مهم جدا اول حاجة طبعا الكتاب بتكلم على probabilities او الاحتمالات وخد بالك تقريبا شغل المايكرو اري معتمد اعتماد كبير جدا على الاحتمالات وفهمك الاحتمالات اصلا هو فهم كبير جدا ليه الديتاناليس بشكل عام الاحتمالات مهمة جدا هنكمل الكتاب دهون ونشوف الفصل التاني دهون في ايه بعد كده الكتاب بيديك اكتر من طبيقص تحته التى تيلز بتاعته زي الpoint estimation زي الhyposis testing الhyposis testing موجود منها التى تست موجود منها الانوفو بتستخدم بكسرة كتيره جدا اه في الديتاناليس في جزء برضو بالذات اه طبعا عندك وعندك بعض الحاجات وبعد كده بتكلم في بعد كده تلاقي حتة مهمة جدا الريجريش الريجريشن موديلز الريجريشن لريجريشن من التقنيات المستخدمة كتير جدا ولو جينا نقسم المشين Without 정像 لو جينا نقسم المشينέρنينج نقسم المشین Làurna Only والريجريشن من الأساسية في المشين هو التوقع ولو قلنا مثال على التوقع في المشين trên Lakes هو مثلاً مثلاً عندك تقنية التشيبسك ومعاك بيانات لتقنية التشيبسك من ألف مريض. وفي مع ملومة بيولوجية مسبقة بتقول اني في ريليشنشيب بتوين عمر البيشن أو عمر السامبل وما بين الميسيليشن اللي موجودة على الجي بي سي آيلاند اللي موجودة في الديني. انا لو عايز اتوقع بعمر المريض عن طريق تقنية التشيبسك او عن طريق الديتة بتاعت التشيبسك لمعايا استخدم الريجريشن. ده مثلاً بسيط جداً على استخدام الريجريشن في الماشين ليرنج في البايوينفروماتيكس. طيب. الفاصل التاب بيتكلم في توبيكس ان كومبيتيشنال جنوميكس. وهنا ده مهم قوي 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 قوي. وبص كده على توبيكس اللي معايا وانت تفهم ليه مهم. بص. هتفاين بروتين كودين جينز بيقولك سؤال مهم جداً. هاو تو ايدنتفاي اكدون اكسون. هاو تو ايدنتفاي اجين وز مالتبل اكسونز. ايدنتفاي بروموتورز. البروموتورز والاكسونز والمالتبل اكسونز. لو انت مش عارفهم صدقني انت عندك مشكلة في البايولجي. يبقى انت لازم ترجع تاني للبايولجي والذكره. والكلام ده انا شرحت في كورس الجناتكس عندي على القناة. شرحنا الاكسونز. شرحنا البروموتورز. شرحنا الجينيكس بريشن بشكل عام. في البروكاريوتيك اولية النواة. وفي حقيقيات النواة. ارجع ذكره ان هو مهم جداً. هتلاحى حاجة كتير جداً. مهمة الجينوميكس اري. التوبيكس دي مهمة جداً جداً. في الترانسكريبشن جينوميكس ديتا. او التوبيكس دي دي يعتبر مجالات. يعني ما بنتكلم على ان انت بتايدينتفاي بروموتورز ده نقطة. بتدرس بتاعت الترانسكريبشن جينوميكس ديتا دي نقطة. اه لما بنتكلم على الموديلينج. دي برضو نقطة. فكل دي توبيكس. كل حاجة من دي لوحدها توبيكس اصلاً تدرسها وتبقى انت متخصص في واحدة منها. فلما اكتحرف اكتر من مجال واكتر من حاجة ده بيديك فرصة على الفهم والاستعاب ومن ثم الاختيار في النقطة اللي انت هتشتغل عليها ان شاء الله. نكمل الكتاب. هتلاحى بعد كده بيتكلم بقى للناس اللي هي بتاعت تاني وتالت وعاشر. الناس اللي هي بتاعت حاسبات معلنات. اه بتتكلمها على حاجات خاصة بالالجريزم. تتكلمها بحاجات خاصة exact и والمناسبة هو منطقة موجودة في حاجة اسمها جوه البروتين. يبقى انت عندك البروتين. البروتين جوه مناطق اسمها والدومينز دي هو جوه حاجات اسمها والدومينز دي بتدي معين في البروتين. ممكن بروتين واحد يبقى فيه يبقى البروتين بيقدى. لان الدومين لوحده ممكن يقدى للبروتين. وده مهم جدا في فهم شغل وشغل الفصل الرابع بيتكلم في حاجة مهمة قوي وهي هنا بقى مش بنتكلم على هنا بنتكلم على انا دلوقتي عاجز الحل لزي ما انت شايف كده الميكرو ايه اللي انا بتبعها او ايه الحاجات اللي انا بتبعها عشان احضل الحاجات دي قالك اه انت تشوف وتشوف الحاجات الخاصة بالمشين ليرنينج. اه بعد كده بتشوف اللي هو تقنية مهمة جدا وكل الناس عارفة بس هما بيتكلم في كل الناس عارفها بس اعتقد هنا في الكتاب بتكلم عليهم ان هما يعني الناس تفهم ازاي شغالة. اكتر من في الكتاب دوا خلينا نعدي على الحتة اللي بعدها في الرقم خمسة وده اخر شابتر انا هتكلم عليه يعني اول قبل الاخير بيتكلم في في بيولوجي. في اول الكتاب ذكرت للناس بتاعت حاسبات ممامات. الكتاب دوا هيفتح لك افراقك. كتاب ده هيوديك اه لحيطة تانية. الكتاب ده هيبقى عندك مستبش عليها خاصة بالالجوريزم والسوفتويرز. الكتاب دوا مش هيبقى موجود عندك في الكلية. لا من نهاردة ولا بكرة ولا بعد ولا حتى السنة الجاية. فركز كواس جدا واستغل الكتاب ده كواس جدا عشان تفهم ايه المطلوب منك. والمطلوب منك ده بيشتغل ازاي? وباستخدمه في ايه? ودي نقطة مهمة جدا جدا في الشغل بتاعك ان شاء الله. خلنا بقى نروح لآخر فصل في الكتاب ده لما شوف ان هو فصل مهم جدا. لو كل الكلام ده ما يلزمكش وكل الكلام ده انت عارفوا وما شاء الله عليك مميز جدا. فاعتقد الفصل الاخير في الكتاب ده وانا هيفيدك جدا جدا جدا. خلنا نبص عليه بصة كده. طيب. في الفصل الاخير من الكتاب هو الفصل الاتناشر. الفصل الاتناشر. يعني احنا شوفنا الفصل الاول للغاية الخامس. وعدينا الغاية الاتناشر. طبعا انت هتبص على الباقي وتشوف في ايه? الفصل ده بيتكلم في حاجة اسمها ادفانسيت توبيكس في باينفروماتيكس ايه كومبيتشنال بيولجي. انت راجل بقت كويس وممتاز وعايز شوف الحاجات الادفانسيت في الباينفروماتيكس. ايه يا توبيكس الادفانسيت في الباينفروماتيكس. انت تبدأ ان انت شغلك يكون عليها وحاجات بتستخدم كتير جدا في الابحاث الموجودة حاليا. مش هكلم كتير بس هابدأ ابص على اكتر من حاجة. وقالفت نظرك لأكتر من حاجة. اه من ضمنها البروكاريوتيك فيلوجيني ميت تاكسونومي. مقصود بايه بالكلام دوان شغل البيتاجنوميكس بشكل عام معتمد على البروكاريوتيك اللي هي الباكتيريا وزي انواع كتير جدا من المايكروبات. والتاكسونومي. ان انت تعمل تاكسونومي ليهم. وتعمل بالزات كمان كلاسفيكيشن. ده توبيك بتكلم الكتاب فيها حوالي اكتر من اربع صفحات. تقدر تفهم ايه هو البروكاريوتيك فيلوجيني ميت تاكسونومي. حاجة دانية عايز ان انا يعني برضو اتكلم فيها وهي جزء موجود في الكتاب بيقولك ايدنتفايينج مايكرو ارينييز ان زير تارجتز. انت عمرك سمعت اصلا مصطلح مايكرو ارينييز ده في البيانثماتيكس. اعتقد ولاي الاوي. ونادري ما بنسمع عنه وما فيش تقريبا حد في مصر شغال عليه. بس حاليا اصبح كتير جدا من شغل متجه الى المايكرو ارينيي. واحد ممكن لو انت متعرفش اهو المايكرو ارينيي. فان عايز اقولك ان المايكرو ارينيي مش هو التلات انواع الاحنا درسناهم في الكلية او في المدرسة. فانه الارنيي له انواع كتير جدا ولو حاجة اسمعها المايكرو ارينييز. والمايكرو ارينييي حاليا اكتشفوا ان هي داخلها في كتير جدا في السل. وبتعمل مشاكل او عدم موجودها بيعمل مشاكل وجودها لو وظايف كتير جدا غير الوظايف اللي هي موجودة اه في في الحاجات اللي احنا درسناها. اه برضو من الحاجات المهمة في الكتاب نوع بيكلم في ده في الاخر. عشان برضو انت لو عايز برضو تستوعب اكتر تشوف ايها بتاعت الباياتماتيكس على ارض الواقعة. في جزء برضو بيتكلم في ايدنتفكيشن اوف نيتورك موتيفز. ان رادة من نيتوركز. اه. الموتيفز تاني حاجات خاصة بالبروتين. والنيتورك بشكل عام. المجال بتاعت نيتوركز اصلا في مجال الباياتماتيكس او في البيولوجي بيبقى خاص بالحاجات الخاصة بالبروتين. والحاجات الخاصة بالميتابلومكس. الميتابلومكس برضو من الحاجات اللي هي مش معروفة قوي مش مشائعة قوي عند الناس عندنا في الوطن العربي. ولكن الميتابلومكس مجال مهم جدا. مرتبط ارتباط قوي جدا بالبروتينز. ومجال البروتينز. فدي من الحاجات اللي انت لازم تاخد بالك منها. برضو الناس بتعت الجناتكز. فيه هنا حاجة بتكلم عن Topics in computational epigenomics. برضو من الحاجات اللي انت بتحتاج انك تبقى متعرف عليها قبل ما تشغل في ال computational epigenomics تعرف ايه هو ال epigenomics الاول. فاذا كنت انت برضو مهتما بال epigenomics فممكن تبص عليك computational epigenomics. اذا كنت انت متعرفش ايه هو epigenomics. فانت لازم لازم اساسي تفهم ايه هو epigenomics. لان كل اللي بيحصل جوه السيل دوان مظاهره هو فإذا كنت انت مش عارف إيه مظاهر اللي انت بيحصل لك جوه الخلية فأكيد أكيد انت ناقصك كتير يعني أنه إذا كان في بتحصل في الخلية فأريده يليها لها نهائي فالشكل النهائي بتاعها ده هو لحد هنا أنا مش هقدر أكمل كل اللي في الكتاب مش هقدر أتكلم على كل اللي في الكتاب أنا بس كنت عايز يعني قدي نظرة عن الكتاب بيتكلم في إيه الكتاب كراته مش سهلة أكون صريح معك كراته فعلا مش سهلة ومحتاج حد يكون مركز كويس جدا ومش محتاج حد يكون مشتت انت داخل عشان الستاليستيكس خلاص خليك في الستاليستيكس ما ترحش يمينه شمال وفوقه تحت لأن الكتاب فعليا مش مبسط الأمور وكمان مديها لك في شكل دسم متخيل بقى أنه هو مديلك الموضوع في شكل دسم ومش مبسطها فمحتاج منك تركيز قوي جدا عشان تطلع باستفادة قوية جدا في الكتاب دوان مرة تانية الكتاب دا ترشح لي من أحدا كترة بجامعة هارفرد فأنا فعليا الكتاب دا استخدمته واستفدت منه كتير جدا وفيه توبيكس زي ما انت شايف تقريبا كل توبيكس الباينفرماتيكس موجودة في الكتاب دوان فأنت محتاج ايه تاني انت ممكن تقعد في الكتاب دوان بس سنة عشان تفهم ايه هو البيانفرماتيكس كتير وكل توبيكس فأنت فعلا بيلخص لك عمر من الأسئلة وعمر من الإجابات اللي انت هتخدها من الناس اللي حواليك شكرا شكرا على الجاية مع كتاب تاني اتمنى تكون استفدتوا والسلام عليكم اشتركوا في القناة